السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موقع اكواس جدا اسم مندلي ده بيديك امكانية ان انت تزبط المراجع بتاعتك والكتب اللي استخدمها في البحث هقول له هنا create account عمل حساب جديد او اقول له sign in وقدر حمل البرنامج اللي هم عاملين وبحيث ان انت شغل بيعد stop اقول له هنا sign in ده وانت اعمل حساب قبل كده هتبدأ تكتب الايميل بتاعك والباسورد وتدخل على الموقع تدهر سيف الPDF وتدهر تنصم وتدهر كذا كتب برا بعض حيث تدهر تحصل عليها وفي مثلا انت بتكتب على موضوع معين ودهي حيلة كواسة جدا وعايز بقى تدور ارشوف ايه كتب اللي ممكن استعمل بيها ممكن تدخل على groups بتلاقي ناس بدأت قبليك وعملت group على حاجة معينة فتدهر الموضوع ده مثلا شدك فتلاقي الراجل حصة مراجع فتستعمل المراجع ديت وتدهر انت تعمل group للكتب اللي انت مستعمل بها في الكتاب يعني ممكن يكون مثلا انت عايز تعمل الكتاب مثلا عن تصنيف الحشرات فتدخل تلاقي واحد مثلا عامل كتب عن الحشرات ومضبط شوية مراجع فتبدأ تختار المرجع اللي انت عايزه تمام فدي هتسهل لك كتير وتقدر تعمل search علي حاجة انت عايزها وليكن مثلا هتلاقي ناس هي كتبه وحطت المراجع اللي ممكن ترجع لها قوله ادخل كده فابده شوف ايه المراجع اللي موجودة اللي ممكن الواحد يستعمل بيها تمام فتبدأ تشوف بحسهل عليك بدأ من تبدأ من السفر وممكن فيه مرجع مثلا عجبك تقول له سيف reference فهيبقى سيف الحساب بتاعك وتقدر تسيف البرنامج تمام وتقدر تضيف بقى اي مرجع انت عاجبك تقول له add files فتضيف هنا هو بابل المتقدك كتير جدا ممكن تضيف مثلا pdf ممكن تضيف بابل المتقدك بابل المتقدك يعني على الف في كذا ملفة من دول موجودين ممكن اقول له دوت او دوت خلينا نختار مثلا ري اس او موجود والمعلومات كلها موجودة هنا طيب اقول له دفلي كمان مثلا واحد كمان خلينا ناخد مدد تاني وليكم مثلا دوت نضيف برضو فدي كلها مراجع تقدر تسين بها في البحث بتاعك وتقدر انت تعمل واحد جديد في فولدر في واتش فولدر لو انت عندك عايز تعمل فولدر مثلا تحط تنظم مثلا ده كتاب مثلا عن البوم مثلا او في فصل معين عايز تحط فيه كتب مثلا عايز تفصل عن green building فتبدأ تحط المرجع الخاصة به هنا نحس تقدر تحصل عليها بسهولة من الحاجات كويسة برضو موضوع related انه مثلا عندك بحث معين فتشوف ايه اللي بحث المرتبطة بيه فتقول له دور فهو اوتوماتيك جيبلك ايه اللي بحث اللي فيه علاقة بينهم بمن بعض او بتنقش نفس المواضيع او استعانت بالكتاب اللي معاك ده كرفرنس فتلاقيهم هم موجودين فاي واحد فيهم تبدأ تشوفوا بقى بتقدر تسايف كرفرنس تقدر تفتحه وتشوفه فده بسهال كتير يعني انا لقيت كتاب بالعافية هو بقى بيقول لي طب فيه كتب كتيرة بقى تقدر تستعين بيها فبقولوا سايفولي عساس ان انا وانا في البحث بتاعي اكتبه ان استعانت بكتاب دوي اللي لسه مرتوش بيعلمه علامة اخضر اللي انت فتحته او بسيت فيه بيعلمك عاد صح ممكن تدوسين ارى اتكليك وتقول له انا عايز المرجع ده اغير اه مارك اس ريد او ان ريد او حطه بتاعتي بحس ده كتاب مفضل اريت منه بسفت منه كتير وتقدر تعمل سنكولوزيشن بحيس انه الحاجات اللي انت عملتها يرفحها على الموقع والحاجات اللي موجودة في الموقع يعمل لها دوي زي ما انت شايف كده فده بيسحك كتير جدا في تنظيم الرفرنس بتاعتك وتقدر تخدها على الورد هو في ادنس بتستطب جوه الورد بحيس ان انت تقدر تقول له نزل المراجع فيبدأ يجيبلك المراجع كلها تختار منها الحاجة اللي مناسبة للبحث بتاعك في المكان المناسب وتقدر تديها نفس الشكل اللي انت عايزه زي ما الجامع عايزه تمام يعني هو بديك اشكال كتيرة تقدر تختار منها وتقدر تقول له install ms word او install web importer بحيس تمام تقدر تحمل من الاداة هنا لو انت مش مسطبه تقول له install ms word او تقول له install web importer او تسطب حاجة خاصة اللي بيرير اوفيس اللي بيرير اوفيس اللي بيرير اوفيس ده بديل لل ms word بس مجاني open source زي برضو من البرنامج ده مجاني ما بيتلوقش منك فلوس ولا حاجة خالص هو بس طالب منك دعوة حلوة كده بنفس صافية هو ده اللي او عايزه منك تعم او هتلاقي او في قلب الرفرنس او من مندلي هتقدر تحط المراجع اللي انت عايزها موسيقى